السلام عليكم. انا اسمي كريمة قرم. هنعمل النهاردة الملوخية النشفة الصعيدي. هعملها لكم على اصولها. وهقول لكم التركاية بتاعة التسوية. اللي تخلي الملوخية معيك باللون والجمال ده. لونها اخضر تشوفيها تقولي ملوخية خضرة من جمال لونها. هقول لكم انا بحافظ على لونها ازاي. انا عملت الفيديو قبل كده للملوخية النشفة. النهاردة واقع عملالكم الطاشة بطريقة جديدة جدا. للناس الاكيلة بقى اللي بتحب الاكلة قوي قوي. لو شفتوا الفيديو ده هتعشقوا حاجة اسمها ملوخية نشفة. اتمنى بازن الفيديو النهاردة ينال اعجابكم. وتنزلوا تدعموني باللايك. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش بقى تعملوا الاشتراك بالقناة. عشان قناتي بتكبر بيكم وليكم. اول حاجة عندي اربع كبات من الشربة تمام. او المرأة ممكن تجيبي اربع كبات مية تحط عليهم مكعب مرأة. شوية ملحة وشوية فلفل اصمر. وتغليهم على النار ليبقى معيك شربة. لو ما فيش اي شربة. بعد كده بالنسبة للملوخية النشفة. عندي كباية ونص من الملوخية النشفة. بنزل فيها. مش بنزل بكباية ونص مرة واحدة. انا الاربع كباية شربة نزلت بحوالي الاول كباية ملوخية نشفة بالشكل ده. طبعا الشربة لازم تكون بتغلي وتنزل بالملوخية النشفة بتاعتك. وتقلبيها تقليبة كده. تمام? او لما تلاقيها انها خفيفة بتزوديها تاني. طب القوان بتاعها بتاع الملوخية النشفة بيتقل بعد كده. فما تخليهاش تقيلة قوي. القوان بتاعها هيكون مزبوط زي كده بالزبط. تمام? ما بنسبش بقى الملوخية النشفة دي تغلى على البتجاز كتير كده. لا. هي يا دوبك تنزليها تقلبيها حوالي نص دقيقة بالزبط. تمام كده? وبعد كده بقى تطفي البتجاز عليها عشان تحفظي على لونها. لو خلتيها تاخد وقت كتير على البتجاز هتلاقي انها بتسود معيك. بالنسبة بقى للتاشة بتاعت النهاردة. انا عندي معلقة كبيرة من السمنة. النهاردة بقى للأكيلة. انا عندي ليه ضوني. تمام? قطعتها قطع صغيرة بالشكل ده. يبقى الملوخية بتاعت النهاردة ملوخية بتاشة الليه الضوني. عايز اقول لكم يعني يعني طعمها يعني جامد جدا. مش هتحسوا ان ليها طعم الليه خالص. هتحسوا كده ملوخية جامدة جدا. ببتدي الاول احمر الليه مع معلقة السمنة كبيرة بالشكل دوت. لحد ما لاقي الليه بتاعتي لونها بقى اصفر. تمام كده? او لما لاقي الليه بتاعتنا بقى لونها اصفر. يعني آآ بتدت تنزل السويل كده. وبتدت تاخد اللون دهبي خفيف بالشكل دوت. تمام كده? بعمل ايه? بكون محضرها بقى طوم مفروم. تمام? بنزل بمعلقة كبيرة من الطوم المفروم. شايفين شكلها بقى عامل ازاي? معلقة من الطوم المفروم. وابتدي طبعا هنكمل بايه الطرشة بتاعتنا. هفضل اقلب الطوم معلية بالشكل ده. لحد ما اللون الطوم بتاعي يبقى دهبي. معي. تمام كده? اوقع تحرق الطومة عشان لو الطومة تحرقت الملوخية هتبقى ممررة. فاحنا عايزين لون الطوم يبقى دهبي بالشكل ده. او لما لاقي اللون الطوم معي بقى دهبي. بكون مقطعة بقى طمط ماية قطع صغيرة وقال فلفل حار بالشكل ده. تمام كده? وابتدي انزل بقى بالطماطم والفلفل الحار. الفلفل الحار ده اختياري. تمام? بتبتدي بقى اتقلبوا الطماطم معلية مع التومة. تمام? لحد ما الطماطم بتاعتنا تتسبك. يعني ايه تتسبك? يعني الطماطم. كل السويل اللي فيها تتبخر. وتبقى الطماطم محافظة على القطعة بتاعتها. يعني مش مهرية. تمام? ولونها طبعا كل ما بتدخل تتسبك اللون بتاعها بيبقى احمر غامل. هي دي معنى كلمة تتسبك. بنقلي فيها بالشكل دوت. تمام? عايز اقول لكم ان رحتها وطعمها يعني اقسم بالله زي بالزبط. يعني جامد جدا. اكنك كده قاعدة في البلد وفي الصعيد. وبتاكلي بقى ملوخية. بعد كده بحط نص معلقة من الكزبارة النشفة. بحط روء شعرة كده من الملح. لقيه? لان الشربة عندي آآ فيها ملح. ورشة من الفلفل الاصمر. يبقى التوابل بتاعتنا آآ كزبارة النشفة. رشة من الفلفل الاصمر. رشة ملح. بعد ما خلصت الطاشة بتاعت الملوخية. نقلت طبعا الملوخية في بولة تانية. وابتدي بقى اطوش الطاشة بتاعتي. عايز اقول لكم راحتها جامدة جدا. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي? اللون دوت راجع ان هي نص دقيقة بالزبط تتقلبوها تقليبة. وتنزلوها من على النار. تمام? كده انت بتحافظي على لونها. لكن لو خلتيها بقى آآ تاغلي جامد كده هتلاقى بتقطع معاكي ولونها بيشود. لكن اللون دوت يدوب بس الملوخية نص دقيقة بعد محطتها. تمام? بصوا جمان يعني حرفيا لذيذة جدا. كان طعمها حلو قوي. آآ الملوخية دي تقدر تكليها بالرؤية آآ الطري. تمام? او تكليها بقى بالعيش البلدي زي ما تحبي. ممكن تعملي جنبها آآ رزة ابيض آآ صنية بطاطس. يعني فعلا وصفة جامدة قوي. وبتغير من طعم الملوخية. بدل ما هي ملوخية عادية كده. تبقى ملوخية آآ بلية للأكيلة. اتمنى بازن الله فيديو النهور دي نلقي اعجابكم. وتنزلوا ادعموني باللايك.